الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن النبي الكريم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه بن خزيمة وابن حبانا والحاكم الحمد لله رب العالمين أحمده حق حمده لا أحسي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا الحديث الشريف حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه في بيان ما يسن عند الإفطار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ما فإنه طهور هذا التوجيه النبوي بيان لأفضل ما يفطر به وفيه جملة من المسائل فيه عدة مسائل المسألة الأولى استحباب الفطر على تمر وهذا قال به عامة أهل العلم ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فندب إلى الفطر بالتمر والتمر اسم لجنس من ثمر النبات وهو ثمر النخل وهو على مراتب منهما هو رطب ومنهما هو بسر ومنهما هو تمر والتمر إذا أطلق فإنه يراد به جنس ثمر النخيل سواء كان رطبا أو كان بسرا أو كان يابسا مما جف ويبس من التمر وفي حديث أنس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات مما وهذا بيّن أن الأفضل في مراتب أنواع التمر الرطب ليسره وسهولة مضغه وأكله وعليه فإن الأفضل في الفطر أن يكون على تمر فإن تأسر رطب من التمر فهو أفضل ما يكون فإن لم يكن فليفطر على ما يبس من التمر وهو ما يسمى تمرا سواء كان مما يبس أو مما ضمد وجب هذا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية من لم يجد تمرا فالسنة أن يفطر على ماء وإلى هذا ذهب جمهور العلماء خلافاً لما جاء عن بعض الشافعية والحنابلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضل أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فذكر بعد التمر الماء فنقل من التمر إلى الماء فدل على استحباب ولم يجعل بينهما واسطة وما ذكره بعض فقاء الشافعية والحنابلة من أنه إذا لم يجد التمر فيستحب أن يفطر على حلو لا دليل عليه فليس في الحديث ما يدل عليه ولا في السنة ما يدل عليه إنما إذا لم يجد تمرا فليبتدئ فطره بالماء وذلك لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه طهور أي يحصل به تطهير الجوف وإطفاء العطش وتغذية البدن وذلك لحاجة البدن إلى الماء بسبب الصيام الذي يفضي إلى الجفاف وقلة الماء في البدن المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث إذا لم يكن تمر ولا ماء فماذا يصنع لم يتكلم كثير من الفقهاء عن هذه المسألة وإنما تستفاد من قولهم من نوى الفطر أفطر فإنه إذا لم يجد طعاما من التمر ونحوه والماء فإنه ينتقل إلى الفطر بالنية ينوى الفطر وهذا ما يقطع به الصيام ليحصل فضيلة المبادرة إلى تعجيل الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فجعل تعجيل الفطر فضيلة ويحصل هذا بقطع نية الصيام لأن الصيام مركب من أمرين نية وإمساك فإذا لم يتمكن من قطع الإمساك بأكل مطعوم أو مشروب فإنه ينتقل إلى النية التي يقطع بها صومة وذهب طائفا من أهل العلم وهو مذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يقع الفطر بالنية بمعنى إنه لو نوى الفطر لم يفطر لأن الفطر لا بد فيه من عمل يخرج به عما دخل فيه من إمساك والأقرب والله تعالى أعلم أن تحصيل فضيلة تعجيل الفطر يحصل بنية الفطر إذا لم يجد ما يأكله إذا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بغير التمر والماء نعم في الصحيحين من حديث بنبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فقال لأحدهم انزل فاجدح لنا قال الشمس يا رسول الله يعني ما غربت الشمس إلى الآن في نظره لوجود الضوء قال انزل فاجدح لنا أي هيئ لنا ما نفطر به وهو ماء مع سويق فالجدح هو أن يحرك السويق وهو دقيق البر في الماء تهيئة لشربه فشرب منه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن شرب العصائر ونحوها مما يتيسر في الفطور مما يحصل به الفطر ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث باب الفطر على الماء أو ما تيسر فإذا لم يتيسر ماء خالص كان يكون عصير أو ما إلى ذلك فإنه يتحقق به سنة الفطر والتعجيل فيه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علم صلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا للمشاهدة